وصلت فرق الإنقاض الثلاثاء عملياتها بحثا عن ناجين محتملين من الزلزال القوي الذي أوقع حوالي 300 قتيل في باكستان وأفغانستان في مهمة تعقدها تضاريس هذه المنطقة الجبلية ووجود حركة طالبان وحصيلة الكارثة يمكن أن ترتفع مع تقدم فرق الإنقاض في هذه المناطق التي أصبحت معزولة عن بقية العالم بسبب الزلزال الذي بلغت قوته سبع درجات ونصف الدرجة وتسبب بانزلاقات تربة وقطع الاتصالات نعمل على نقل المساعدات وسبق أن أرسلنا حوالي 3000 كيلو جرام من المواد الغذائية إلى منطقة الشترال وهذه حمولة مماثلة ستصل إلى المنطقة عينها في غضون ساعة ونصف الساعة على أن نوزع المعونات على سكان البلدات المنكوبة وحدد مركز الزلزال في جبال بدخشان النائية في شمال شرقية أفغانستان ويصعب الوصول إلى المناطق المنكوبة لأن ولاية بدخشان جبلية والهضاب التي طولها الزلزال معزولة إدافة إلى أن متمردي طالبان يقاتلون فيها الكوات الحكومية ما يجعل الوضع الأمني غير مستقر